مع اكتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هل سيخرج أيضا العديد من السكان والعاملين هناك من بريطانيا لا في العديد من الجنسيات قدم الطلب أنه تبعى آخر إحصائية 600 ألف طلب للبقاء بدهم يبقوا ببريطانيا حنشوف منها الجنسيات ومن أين تأتي الأعداد الكبيرة من أي جنسيات لندن's Remainer Mayor, Sadiq Khan, on the other hand, went for a bus If you're an EU citizen living in the UK, you will need to apply to the EU Settlement Scheme The government's settlement scheme for EU citizens who want to stay in Britain post-Brexit went live this weekend Along with a consortium of charities and law firms, advice sessions on how to apply for the scheme were available on board Isabel Moura is Portuguese, she spoke to us after her advice session How long have you been here yourself? 21 years Oh wow, that's a long time Yeah, sorry It's just upsetting She took a few minutes and then asked to be interviewed again It's not just about applying for a piece of paper or a settled status, it's bigger than that It's the way, now I feel that maybe I shouldn't be here because I was made feel like that I've been called a skew jumper, I've been called a, I don't know, so many citizens of nowhere I don't know how many things we've been called It kind of gets in you and you feel like a bit segregated in a way The problem is that even if Britain gets in Britain in Europe There are no ones going to be in Britain And they're coming in their business Even though the average on this bill was like 600,000 The number of people in Romania The number of people in Romania is the number of people in Romania The number of people in Romania is the number of people in Romania What do you mean? The number of people in Romania حتى يعني الرقم كمان قريب شوي على الرومان هذا أحدث تقرير نحن عم تكلمه 28 ألف عندنا البولنديين طبعا ببولند معروف البولنديين في عدد كبير أيضا ببريطانيا واللي مقدمين أنه يبقوا كمانا مثل التليين نفس العدد برجع الدول يعني الدول مثل بلغاريا بولونيا بقيين هناك 18 ألف بورتوغال بورتوغال بولندا بلغاريا هؤلاء أعداد كتير نلاقيهم الوظائف بالوظائف خليل المتوسطة البرتوغالية أيضا موجودين كتير بالوظائف اللي هي بتختص بالكونستركشن دائما ما تشاهد الكثير من البرتوغاليين بيكونوا عندهم مهارات كبيرة جدا بمجال الورش ومجال المباني والمجال أيضا كل شيء بتعلق بالبناء موجودين بقوة هذه الجالية وعندها يد عاملة مهمة جدا خصوصا اللي بديروا العمل وبديروا الورش أيضا حيكون فيه الإسبان ولكن ماذا عن الفرنسيين مثل ما معروف أنه لندن دائما ما تصنف ما قلنا أنه يسادس مدينة بالنسبة لفرنسيين في 600 في 300 ألف عم نتكلم هون فرنسي عطول موجودين ومشي ناكس هون نفت إنه كإذا بتعتبر مدينة فرنسية أو لا طبعا هي مش مدينة فرنسية بس بديخد عدد السكان لاحظوا فرنسيين فقط الآن مقدمين 11500 اللي مقدمين أنه طلب يبقوا طبعا خربت الموضوع ويعني خربت كل شيء تخطيط العائلات خصوصا الموظفين واللي رواتبهم عالي جدا لازم ياخد قرار باكرا لازم كمان يحضر باكرا الرحيل ويحضر الشقة والمنزل إلى العاصمة التانية اللي رايح إليها أمستردام باريز وأكتر شيء وفرنكفورت هون أخدوا معظم الوظائف الكبيرة خصوصا بمجال البنوك اللي فتحت ونقلت المقارات إلى هناك طبعا هيضل في مقارات ولكن صار فيه على أكيد صار فيه تخفيف الكثير من الموظفين في المدينة تجارة العالمية طبعا ما يكون فيه تجارة بين دولة والعالم الخارجي كله أكيد ما يكون فيه صادرات وواردات وما يكون فيه عجز أو لا ما هي الدول الدول اللي مشهورة جدا أنه هي بتسجل فائد وعم تستفيد كثيرا من التجارة حنشوف الدول اللي هي بالفعل صافي صادرات حنشوف الدول اللي صافي واردات يعني الصادرات عم تفوق على مع كل الواردات نشوف دول قوية أكيد ألمانيا حتشوفوا أديش الأرقام مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر ألمانيا دائما أول شيء بداية قبل ما اضطر إلى الأرقام دائما ما ألمانيا عم تواجه انتقادات كبيرة جدا من الدول اللي هي دول قوية بالاتحاد ومنطقة اليورو متهمين أن ألمانيا أنه الامتعاش اللي عم يحصل بألمانيا والاقتصاد هو على حسابهم وأكبر المنتائدين عم بتكون إيطاليا دائما وإسبانيا حتى إيطاليا وإسبانيا بتقول أنه سبب الأزمات اللي حصلت بأوروبا ديون السيادية الأوروبية من 2011 وبعدها هي سببها ألمانيا ومنطقة اليورو وميركل والتالي ما فيها يعني هل يعني هل أنه متفقين أنه هي عم بتصير بسببها كلا المشاكل أو أصمش وبسبب فائده هالفوائد اللي عم تشوف عند الألمان 200 وحوالي 300 مليار عم نتكلم هون 300 مليار دولار بين صادرات الوالداء تلاحظوا شوفوا ألمانيا كيفية عندها الفائد الكبير جدا من تأتي في الدولة الثانية طبعا بالدولة الثانية كمان عم نشاهد أنه في دول منذب إلى آسيا اليابان مثل ما معروف رغم أنه اليابان هي أصلا دولة مصدرة وقوية كبيرة جدا منين تمانينات ومن يعني عم نشاهد أنه كان عندها الفترة الدهبية بعد 200 مليار تقريبا 195 مليار في عنا الصين طبعا الصين هون 165 مليار دولار رغم أنه بتشتري من العالم كله كمان بالبيع للعالم كله كوريا جنوبية هي أصلا دولة يعني معروفة هذه الدولة القوية جدا وصادراتها بتشكل راكم مخيف جدا من الناتج المحلي الإجمالي مهم جدا الصادرات لا يوجد صادرات السياحة هذه مهم جدا بالنسبة للاقتصاد إيطاليا أيضا دولة مهم جدا رغم هنا 56 مليار دولار بالمقابل مثلا أمريكا عم نشاهد هنا آخر الأرقام يعني هذه الأرقام اللي عم نشاهدها 466 مليار دولار عجز عم بيكون بريطانيا 100 مليار 107 مليار مين في دول كمان إنديا الهند كمان الهند عم نتكلم هنا 50 مليار كندا تركيا فرنسا أستراليا أرجنطين مصر البرازيل هذا هو الترتيب تقريبا وبالنسبة متفاوتة يعني منشوف مثلا بالبرازيل بتوصل إلى 10 مليار مصر 15 مليار ونص ونص من عند الهند إلى 50 مليار وهذه الأرقام ألمانيا دائما ما قلت تواجه انتئادات إن كان بالنسبة إلى حجم صادراتها المخيف جدا ألمانيا 1.2 1.2 تريليون بيكون حجم صادراتها قوي جدا وبالتالي أكيد سيكون فيها عندها الفائد المهم عدى المعركة الكبيرة بين الصين وأمريكا والحرب التجارية الشركات الصينية غزت وول ستريت كيف يعني الشركات الصينية الكبيرة دخلت اي بي او دخلت اكتتاب فورا بأين في وول ستريت مثل علي بابا من قبل والآن تستمر خيشيت من هي هذه الشركات اللي دخلت بقوة على أمريكا بليون of dollars flow into the U.S. from China in the form of investments every year and in some parts of New York City it's widespread Chinese investments include 28 Liberty Street Baccarat Hotel and a stake in the General Motors Building Bank of China agreed to pay nearly 600 million dollars to buy this midtown skyscraper in 2014 just take a look at the China investment monitor which tracks Chinese direct investment into the United States the figures have generally been on an upward trend since the tracker was launched in 2000 peaking at nearly 46 billion dollars in 2016 then investments dropped off so why the sudden decline well to understand that we have to go back to the original surge you see Chinese people and businesses were growing wealthier but they were worried about China's explosive growth with slowing if we wanted to understand the history of Chinese companies with Wall Street I'm sure it's right to come to our thoughts immediately that Ali Baba who was in 2014 entered this and had the GDPO around 22 million dollars and took the big and until now there wasn't any Chinese companies that took this it's not that a Chinese companies would go back to America and take the US and take this big which is Ali Baba there are other companies that we saw in the previous series that that we saw also in the coffee also enter in the Nasdaq but the range here is very low but the years ago there was a lot of many companies like in 2009 there were 12 companies in 2010 there were a lot of and 40 companies were entered بعدين رجعت تراجعت الأعداد الشركات بال2014 رغم دخول علي بابا كان العدد فقط 16 الصين لا تخاف أنه تذهب شركتها ويتداول عليها بالسوق الأمريكي السهولة العالية والعالم كله يستطيع أن يتداول في السوق الأمريكي طبعا السوق الأمريكي أهم سوق على الإطلاق كالأسهم وبالتالي مهم أول شيء تنشيط تنشيط الحركة على السهم شهرة السهم بالإدراج مهم كثير أين تدرج الشركة لأنه الحركة اليومية عم السوق عم الأسهم عم التبادل غير شيء من أن تكون مدرجة لو في بورصات مهمة جدا ولكن السوق الأمريكي بيظل يستوعب القوة وهو يعني اتجاه السوق الأمريكي هو يعكس اتجاه البورصات الأخرى إذن الشركات الصينية مصررة ضل وعينة ضل أن تدخل ببورصات بورصي الوظيفة بالنسبة للكسرين مهمة جدا وهي تمثل الأمان بالنسبة إلى الحاجات المادية ومستوى المعيشة وأيضا حاجتنا بالمعيشة بالتالي مراقبة أحيانا البطالة مهمة أي البلدان هناك حركة يمكن تعطي مؤشرات لغم أنه أوقات بتغلط هذه المؤشرات لأنه حسب سوق العمل إذا عم ينقفض أو يرتفع والمقدمين إلى سوق العمل وأديش عم بيصير فيه منهم بطالة أو لا واللي خلص يأسوا وخرجوا من سوق العمل ولكن عندنا أرقام ما بدنا ننسى أن أرقام تاريخية أرقام الأدنى منذ خمسين عاما هل يعني ذلك أنه فيه شغل في هذه البلدان وليزم نذهب إلي بعض اللي بحب يذهب أو لا هنشاهد سويا الأرقام بداية إلى أفراد السلة How is the unemployment rate calculated? ترجمة نانسي قنقر نراكب أولاً أمريكا ودائماً نقول أنه أمريكا البطالة وطالعاً نهار الجمعة والأسواك تتحرك ولكن أيضاً هناك معدلات البطالة في الدول الأخرى مثلاً في معدلات أقل بكثير من أمريكا باليابان البطالة 2.4% بينما بأمريكا لأنه نحن دائماً نشوفها تحت 4% 3.8% المهم أنه اليابانيون هون عم نشهد أنه 2.4% ودي حسب شهر مارس الماضي لكن أيضاً ألمانيا الاقتصاد يعمل جيداً رغم أنه في تراجع وطباطل ولكن البطالة مهمة وعم نشهدها كمان أفضل من الأمريكان رغم أنه نحن فوق 3 وقربنا 3.4% من قريب؟ هلأ الصين مع الأمريكان عم يكونوا نفس المعدل نفس معدل البطالة عن 3.8% بريطانيا رغم البريكزيت وفي نقل وظايف ويمكن في فقدان وظايف ولكن 4% هل يعني الزهاء وحملة أرقام كياسية؟ طب يعني ذلك أنه أنا يعني الناس قلصة ترتجع إلى بريطانيا لتعمل البطالة أقل ويحتاج توق العمل هون ما ضروري كلها هيدة تعكس هذا المؤشر في دول أخرى مثلاً بروسيا اللي تحت الـ 5% نشوف معدلات مهمة جداً إلى أن حتى إيطاليا مع المشاكل ولكن إيطاليا عندها ميزة خاصة البطالة فوق العشرة في المائة قربت على الـ 11% البرازيل مرتفعة جداً جداً وعم نشوف كيف حمسي في التغير مع الرئيس الشعب والجديد والبطالة 11.4% بين الدول يعني أنا نحس الكبيرة هون المتقدمة مع الدول الصاعدة والناشا هيدة كانت الأرقام تبع البطالة أمريكان 3.4% وعم نشاهد معدلات الأفضل منذ 50 عاماً نتكلم أمريكا أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم طبعاً هناك فيه عندنا كتير زبائل لأمريكا بتشتري منا نفط في بعض الدول كلصت من مشترياتها بعد الدول زادت اللي قلص طبعاً بسبب الحرب التجارية الصين كم كانت تشتري منها؟ كانت تشتري بفرق سني يعني بين سني وسني قبلها 47 مليون برميل انخفضت الكمية إلى 10 مليون برميل أمريكا تريد أن تصبح لاعب كبير أيضاً بتصدير النفط ولكن هناك عدة عملاء لها بيشتروا خنشوف العميل الأهم بيشتروا عدة طبعاً حتكون فيه كندا من هلأ يعني فيه كندا الصين والدول الكبيرة جداً مثلاً كندا كانت تشتري منها 59 مليون برميل الآن عم تشتري منها 85 مليون برميل عم نشهد ارتفاع بكندا من ال 60 إلى 85 مهم جداً بينما الصين كما كانت 47 مليون تراجعت إلى 10 ملايين ونص في هذه الفترة كوريا جنوبية طبعاً كوريا أصل علاقات جيدة جمالاً مع أمريكا دائماً من الطبيعي لكل ارتفاع الكبير جداً وعوضت كل شيء أمريكا ما خسرته من الصين المشتريات عوضتهم من كوريا كوريا جنوبية قفزت من 38 مليون إلى 72 مليون برميل كوريين تقريباً أخذوا كل الفرق برجع بتابع مع بريطانيا 31 مليون صنع 40 الهند كمان طبعاً الهند هون دولة أيضاً يعني بدأت تمشي اقتصادها وعندت تطورات كبيرة جداً ويرتفع النمو وهون كمان بإنشهد أن النمو عم يرتفع بالبلدين اللي يرتفع فيها النمو اقتصادي بدأت تطلب دائماً قترول أكبر الهنود كانوا 28 مليون الهند عم نتكلم هلأ بكمان 41 مليون وين قتل انخفاض من التليين التليين كانوا يشتروا 28 مليون صنع 14 في الهولنديين كمان زادوا بقوة والتيوان هون اللي هي طبعاً نمتكلم أنا تايوان الصين دائماً ضد بعض زادت تايوان وكلست الصين تايوان على اقتصادة 23 مليون تشتري من أمريكا هلأ صارت 28 مليون جيد بيكون انه شوفوا كيف بيكون كمان أيضاً السياسة كيف تدخل بالمبيعات هذه كانت اللائحة بالنسبة لوين عم توجد أمريكا أسواق جديدة لنفضها خلال هذه الحرب طبعاً التجاري سواح صينيون منتشرين في كل العالم نحن نتكلم على جيش من 120 مليون سائع صيني ولكن إذا بدأ يخد السواح الصينيين عم يغزوا أمريكا أو لا كانوا زادوا كثيراً بالفترة الماضية هنشاهد عددهم كيف تطورت بزياراتهم إلى الولايات المتحدة طبعاً في كل بلد أو مدينة من شهد في دائماً ما هناك تشاينتاون ما عم نتكلم نحن على الصينيون اللي أتوا ومقيمين نتكلم على الجيش الصيني من السواح اللي في السنوات الأخيرة صار في عنا طبقة متوسطة وصار في سفر بقوة وصناعة سفر بالنسبة للصينيون ومن المستحين أنك تسافر لأي مدينة أوروبية أو أي مكان إلا ما تشهد سواح صينيين مليين على الأقل ربع الفندوق اللي أنت فيه دائماً ما بيكون فيه صينيين بأي مدينة عاصمة مدينة كبيرة مدينة متوسطة إلا ما تلطقي فيهم بالنسبة لأمريكا في حرب تجارية نعم بين الصين وأمريكا هل أثر ذلك أولاً شو كان التطور بالألفين كان أتى إلى أمريكا ربع مليون صيني الآن آخر الألقام كانت مليون صيني طبعاً النمو وقف تقريباً بين آخر ثلاث سنين ثلاث في المائة تقريباً صار نوع من ستيبل يعني فلات تجاه أفكي معاً كتير عميق وخصوصاً آخر يعني سنتين بالتحديد ولكن مليون صيني أيضاً عم يعملوا نوع من حركة بـ 30 مليار إلى 35 مليار دولار بأمريكا يعني مهم جداً أكتر شيء بيذهبوا للطبابة مهم جداً بالمستشفيات وغيرها يعني فيه سياحة أيضاً طبية ومنشهدهم بقوة وإذا بنناخد بخلال السنوات الأخيرة مش بسك هيداً رقم المليون صيني اللي قتى إلى أمريكا طبعاً صينيين موجودين من زمان سان فرانسيسكو وغيرها يعني بس نحن عم تكلم بالشيل الجديد من السوح صينيين اللي هيداً الطبقة الجديدة بدي أرجع أقول أنه الصينيون هيداً المليون صيني اللي قتى هن بين الطوب فايف أو بين أول خمس جنسيات بتأتي إلى أمريكا وبالتالي صار وجوده المهم جداً شو حيصير بالحرب التجارية هني خففوا نوعاً ما ولكن بعده الرقم طبعاً كبير جداً وحجم التجارة التجارة كانت فقط مثلاً من ال2009 من عشر سنوات كانت فقط يعني الصينيون يعني يحركوا أمريكا هلأ عم نقول بـ 35 مليار دولار كأنفاق وغيرها من عشر سنوات كان المبلغ النصف أقل من النصف نتكلم 13 مليار 14 مليار دولار الآن نحن قريبين من 35 مليار دولار والقفزة الكبيرة جداً أتت بين 2011 2012 2013 2014 قفزنا من كانوا من يصفوا 10 مليار ووصلنا بسرعة إلى 25 مليار دولار يعني بسنتين صاروا يدولوا من الأنفاق ما سبب جمود أسعار الفضة في الرلي الأخير اللي حصل للدهب كان بالعادي يتفاعل الفضة بقوة مع الدهب ولكن تغير سلوكه دائماً ما كان فيه تلازم تقريباً في معظم الأوقات بين الفضة والدهب بالنسبة للأسعار وكنا نشاهد مثلاً أسعار قياسية بالسبق وقت وصلت أسعار الدهب إلى مستويات 1921 وفوق 1900 دولار وصلت الفضة إلى مستويات 50 دولار تقريباً 49-75 دولار كعلى مستويات على الإطلاق ولكن انهيار الفضة كان قاسي جداً وأقوى من الدهب يعني رغم أنه الدهب تراجع بقوة من 1920 إلى 1040 تقريباً 1042 خسر هال 900 دولار تقريباً ولكن الفضة هبط تقريباً الدبل يعني ضعف ما هبط الدهب عم تكلم من 50 ضل صار في كراش وضربة قوية للفضة إلى أن بدأت نوعاً ما وبعده هلأ الخمسة خلين نذهب إلى الرالي الأخير الرالي الأخير اللي حصل بالدهب واللي صعد فيه الفضة محدود التحرك كان مفروض الفضة على الأقل يذهب إلى 20 دولار 22 دولار بس انتبهوا يعني هون نتكلم نحن 15 دولار على الفضة يعني دولار ونص 10% بقى ممكن مثلاً على الشاشة التلفزيون إذا شهادنا الفضة 15 بعدين شهادناه 16 ونص ما ننتبه نقول بس فقط دولار ونص لا هذه 10% يعني كأنه الدهب صعد 140 دولار إذا كان 1400 هذه بتلفط الأنظار الدهب 1400 صار 1540 يمكن هون بصير التفاتات قوية 10% إذا الفضة كان 15 صار 18 يعني على 20 في المئة يعني لازم يجب على 300 دولار ننتبه على الأرقام والنسب لم يتفعل الفضة في تطورات أكثر على الفضة كصناعة والطلب والمؤسرات عليها أيضاً الدهب عم يستفيد أكثر من الجيوسياسية كان الفضة يتفاعل من الجيوسياسية خف تفاعل الجيوسياسي أيضاً على الفضة جورس سوروس عدة مرات كان تخيرج من الدهب والفضة في الماضي وقتها عمل تخيرج عمي صار هزة بيقى الدهب والفضة الفضة يعني وقتها خرج منها هبطت حوالاً 18 دولار كانت عند 48 خرجوا بال44 تقريباً وصة 38 هزة كبيرة كان والجيوسيا خرج مرة ثانية وصة 32 دولار كان مظبوط الصندوق تبعه داخل بقوة بيقى الدهب والفضة الفضة يعني بعدها وعندما من ننسى المعدل اللي هو الدهب على الفضة كم أنصة من الدهب تشتري كم عدد أنصات بالفضة في فترة من الفترات أيضاً يعني بصير في خلل بهذا المؤشر اشتركوا في القناة